من جديد وقع المواطنون رهينة أصحاب محطات البنزين الذين عاودوا أعلان إضراب مفتوح إضراب دعت إليه نقبة أصحاب المحطات ولاق التزاماً تاماً على امتداد المناطق فعطل من جهة حركة المواطنين الذين علقوا في الطرقات وأوقف من جهة أخرى سائقي السيارات العمومية الذين قابلوا أصحاب المحطات باعتصام في الشارع نازل من شانهم كل ياتهم قضيتنا قضية وحدة موتونا الجوع يعني عم بنزلونا لأسفل السافلين هاقي يعني هادي عيشة عم بيجوعونا الشعب هلأ هون عم يتظهر شوي كل العالم عم يطلعوا فيه أنه يا لطيف يا لطيف عم يتظهر عم يتظهر لأنه جوعان عم يتظهر لأنه فاير أمام كل تضارب في المصالح بين الدولة والشركات المستوردة للمحروقات وأصحاب المحطات يجد المواطن نفسه ضحية أزمة تعيده إلى مشهد حمل جالونات البنزين